نروح فلسطين نروح نشوف يعني ايه شعب متشبث بكل اشكال الحياة مهما حصل نضال الشعب الفلسطيني نضال طويل جدا يزيد عن المئة عام ويمكن في اكتر من مرة حاولت احكي لكم اكتر من حكاية متعلقة بالاكتر من المئة عام المسألة ابعد بكتير بكتير من عمر دولة الاحتلال اللي نشأت في 1900 1948 مسألة اكبر من كده بكتير مش ال 75 سنة النضال طويل والنضال بينشف العظم ويسقل الروح وبالتالي كل ده بيبدأ يتوارث من جيل لجيل لجيل مئة سنة يعني تقريبا عشر اجيال عشر اجيال بتعاني من كل انواع الفضائع والمذابح الانسانية كل انواع الفضائع والمذابح الانسانية وما فيش شعب عانى كيف ما عانى الفلسطينيين بصراحة خالص خالص احنا كنا نضرب المثل في النضال والمعاناة لاجل الحرية في منطقتنا العربية دايما نقول الجزائر بلد المليون ونص شهيد لم نكن نتصور انه اللي هيحصل في فلسطين هيفضل مستمر كل ده عنوان محدش يقدر ينكر عنوان حقيقي للنضال والفلسطينيين قبل بقيت الناس عارفين مصر طرى فلسطين من انه زاوية طرى فلسطين باعتبرها جزء منها فنضلنا الصحفي والسياسي على مستوى صناعة القرار ونضلنا الاقتصادي ايضا لاجل فلسطين وهذا حديث له مجاله وفي حينه خد بالك من كلمة نضلنا الاقتصادي لاجل فلسطين وان الفلسطينيين يبقى فيه عندهم حقهم في صروتهم في بلدهم في دولتهم المستقلة بامر الله سبحانه وتعالى والاجل حق الحياة فلسطينيين عندهم جملة بدنا نعيش طفلة فلسطينية بدها تعيش عايزة تعيش بتبيع شاي تحت القصف في غزة شوف وهنرجع نكمل الكلام عمور شاي عال بتبيع شاي ميش اسمك ميش صفاش ميش بتبيع شاي الله يلعن الاحتلال اللي وصله له هيك مرحلة اعطيني كاسر واعطي السباب كمان كل واحد كاسر يا الله كل واحد فينا شاف ده ازاي كل واحد فينا شاف ده ازاي شفنا الطفلة ولا شفنا الطفلة الفلسطينية ولا شفنا الطفلة الفلسطينية اللي بتبيع الشاي في اقصى لحظات ممكن الانسانية تتعرض لها الا وهي القتل والاستهداف المباشر شيء صعب شيء صعب يا رب يا رب يا رب انقذ الناس وجعلنا سبب يا رب اجعلنا سبب ان الدولة دي تتحرر وتبقى عاصمتها القدس وساعة ما تتحرر هنروح كلنا القدس سوا اشتركوا في القناة